وصف الأمين العام للأمم المتحدة التصعيد العسكري في رفح بأنه مروع فيما حذرت يونسف مأساة كبرى إذا لم يتم فتح المعابر بسرعة والسماح للمنظمات بالتحرك بأمان بدورها نفت الأمم المتحدة أي أخطاء في أعداد الوفيات التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة جراء الحرب وقال المتحدث باسم المنظمة أنه جرت تأكد من هوية خمسة وعشرين ألف قتيل من أصل خمسة وثلاثين ألفا تم التعرف على خمسة وعشرين ألف قتيل في غزة وما زال عشرة ألاف في عداد المفقودين وإذا نظرت إلى الأرقام فسوف ترى أن حوالي ستين في المئة من الضحايا هم من النساء والأطفال وهذا ما نصل إليه عند إحصاء الأرقام المقدمة لذلك لا يوجد خطأ في البيانات فالبيانات الإجمالية لا تزال كما هي